السلام عليكم ورحمة الله جرى بالأمس مناظرة كتابية بيني وبين عبدالإله العرفج وهو يعني عمود ركن من أركان البدعة في المملكة العربية السعودية وكنت يعني حضرت جهزت رسالته على pdf لكن ما طلعت عليها أبدا إلى أن تلقيت رسالة من أحد المشايخ في لبنان وقال لي أن هذا الرجل عبدالله العرفج له طروحات أثرت في أحد الإخوة وتأثر بها هذا الرجل طبعا عبدالله العرفج قضى سنوات طويلة في الدفاع عن البدعة والدفاع عن تقسيمها إلى خمسة أقسام جريا على ما ساد في المذهب الأشعري وهو يتظاهر باحترام المشايخ ابن باز ابن الثمين لكنه يعني يضربهما ضربا تكتيكيا يعني يظهر مثلا بعض تناقضات في فتاويهم أن مثلا دعاء ختم القرآن ليس له دليل من كتاب أو سنة ومع ذلك أنتم قبلتم به في مساجدكم إذن أنتم قسمتم البدعة من حيث لا تشعرون ولا يدري هذا المسكين أن اختلاف الأشاعر الذين قسموا البدعة إلى خمسة أقسام وقع الخلاف فيما بينهم حول ما هو بدعة هل هي بدعة واجبة أم بدعة مكروها أم بدعة محرمة مثل قضية اتخاذ المحاريب مثل قضية الصدق عن الميت قراءة الفاتحة أو قراءة قرآن وأهدائه للميت العزمين عبدالسلام يرفض ذلك أنه يجيزه إلى غير ذلك تناقضات هذه الموجودة بين من قسموا البدعة إلى خمسة أقسام وبالمناسبة إذا فتحنا باب البدعة وأجزناه للناس إذا كان العلماء احتاروا في ضبط هذه البدعة تقبل ولا ما تقبل فماذا نقول في عوام الناس يعني يعجبني قول أسامة بن زيد الذي لما قيل له أن ينصح عثمان رضي الله عنه قال ولا أريد أن أفتح على المسلمين بابا يعني لا يستطيع أن يغلقه والذين قسموا البدعة ودافعوا عنها يقعون في هذا الشيء يفتحون على الناس بابا ثم لا يستطيعون أن يسيطروا على الناس خلاص أنتم فتحتم باب للإبتداع في الدين لا تستطيعون أن توقفوا الناس عن الإبتداع كل واحد سيقول هذه البدعة جيدة والبدعة تنقسم وهكذا وصلتني رسالة من أحد الدعاة في لبنان شكا إلي أن هناك من تأثر بهذا الرجل وطروحاته فجهزت نفسي للرد على هذا الرجل وذهبت إلى تويتر بحثت عن حسابه فوجدته فقررت أن تحاور معه وجرى الحوار أمس وقد صورته ورفعته على اليوتيوب لكن أنا أصلا كنت أنظر إلى الصفحات لا أجدها واضحة وقد يعرض الناس عن قراءة المناظرة الكتابية لصعوبتي وعدم وضوح الأحرف ليس فقط صغر الأحرف لكن في شيء من عدم الوضوح هذا يحصل أثناء التصوير فقررت أن أشاهد إياكم صفحات المناظرة ويكون لي بعض التعليقات على هذا الرجل والحمد لله تم إنهاء هذا الرجل ونصف ما أفنى العمر في الدفاع عن البدعة بسؤالين ولم يجب على شيء وانتهت المناظرة بعجزه والآن سوف تنظرون إلى الصور مع التعليقات وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن هنا بداية الحوار الذي جرى طبعا هذه مقدمة قلت فيها تمت المناظرة بين الشيخ المشقية مع عبد الإله العرفج حول البدعة إلى آخره وتم سحقه وكشف جهله واستعلائه ولله الحمد وعجزة عن الجواب على الأسئلات التالية أي العبارتين أصح كل بدعة ضلالة أم ليس كل بدعة ضلالة وهل علم الكلام الأشعري بدعة حسنة واجبة لأن البدعة الحسنة عنده تنقسم إلى واجبة مستحبة بدعة حسنة واجبة أم بدعة حسنة مستحبة فعجز وانكسر ورفض الإجابة فألزمته بأنه قد فضل اختيار ليس كل بدعة ضلالة هو محرج وإلا لسارع إلى اختيار قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فرفضه للإجابة يعكس اختياره لزوما عبارة ليس كل بدعة ضلالة وأن علم الكلام الأشعري الأرسطي الأفلاطوني بدعة واجبة لأنه عندهم بعلم الكلام يسمونه بعلم التوحيد فكيف يكون بدعة مستحبة؟ لا واجبة وهكذا خرس لسانه وانقطع شاهدوا الآن المناظرة الكتابية مصورة سوف ترون إحراجه وحقيقة أن الأصح عنده هو قول ليس كل بدعة ضلالة وإلا لأعلن براءته من هذه العبارة ليس كل بدعة ضلالة وأعلن براءته من علم الكلام اقتداءا بالشافعي الذي ينتحل العرفج ينتحل اسمه فقها بينما يخالفه عقيدة بانتحال لفظ التأشعر يقول أنا عقيدة أشعرية لكن في الفقه في الأحكام أنا شافعي لماذا لا تكون شافعين في العقيدة أيضا؟ ما بنسباك؟ لأن الشافعية ذم علم الكلام وأفته بضرب من يطلب علم الكلام لذلك تجد الأشعر لا يقولون نحن عقيدة شوافع ولا بتورطوا طيب كيف ابتدأ الحوار؟ ابتدأ الحوار مع أحد أتباعه المتعصبين له عنده اسم مجهول هكذا باسم عبادة في تويتر وربما كانه نفسه العرفج متخفيا والله أعلم ثم ابتدأ الحوار الرسمي مع العرفج ابتداء من قوله أبشير يا دمشقية لنلقي نظرة على ما جرى هنا يقول هذا المدعو عبادة لعلك طلعت على هذا المقطع المقطع اللي هو فيديو حوالي ساعة للمبتدع الضال عبدالإله العرفج نعم وهذا سوف أرد عليه غدا إن شاء الله لذلك كتبت غدا يأتي الرد على العرفج في كلمته حول الاحتفال بالنورد النبوي وهو احتج بجمع القرآن يعني احتج للبدعة على جمع القرآن وقال إنه أبو بكر وعمر جمعا القرآن بينما هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول جمع القرآن تم بإجماع الصحابة والإجماع مهم يا أخوة لأن الشافعية اشترط الإجماع لقبول محدثة في الدين أم لا لماذا؟ قال لأن الأمة لا تجمع على ضلالة هذا موقف حقيقة حكمة من مواقف الشافع رضي الله عنه ولذلك يتجاهل أمثال العرفج هذا الشرط الشافعي حين قال وما أحدث من الخير لا خلافة لواحد من هذا يعني بشرط أن لا يقع الخلاف ونحن نخالفكم في موضوع مثلا المولد هذا الفاكهاني صاحب كتاب المولد في عمل المولد يقول هذا جوابي عنه إن سئلت يوم القيامة يعني عن المولد فأقول أنه بدعة أحدثت لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف الصالح وإنما أحدثها البطالون يقصد الروافض أيضا ويريدون بذلك أكل أموال الناس بالباطل هذا كلام طيب من الفاكهاني الذي يخالفكم إذن وقع الخلاف بين الأمة حول هذا الموضوع وأنت كنت تدعو في فيديو المحاضرة التي ألقيتها وتقول يا عبد الأهل عرفاج اللهم اجعلنا ممن يوفقون يجمعون هذه الأمة على ماذا تجمعهم؟ تجمعهم على بدعة تجمعهم على بدعة خلفك فيها الفاكهاني وهو إمام معظم صاحب سنة كما وصفه السيوطي وابن حجر هذا الرجل الآن ليس تيميا ولا وهابيا وهو قد خالفكم وأعلن موقفه من من بدعة المولد فأنت تجمع أنت تجمع أن تفرق أنت تريد يا عبد الأهل عرفاج أن تبتدع وأن تجمع الأمة حكرا على ما تبتدعه أن لا لا تلزمني بدعتك وإنما ألزمك بالسنة وأنت منذ ثلاثة أيام حتى الآن ألزمك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وأنت ترفضه الله أكبر أشو؟ أن يدعون محبته ويحتفلون لمولده اروحوا صدقوه قبل أن تحتفلوا بمولده نكمل فقلت له هل أنت شافعي حقا أم جهمي جهلي لصفات ربك طيب جهمي فهمنا ما معنى جهلي جهلي يفضل تفويد الصفات يرى تفويد الصفات الإلهية ما معنى التفويد ما بنعرف شو معناها ما الفرق بين المنتقم وبين اللطيف ما بنعرف ما بنعرف الله أعلم بالمراد بها يعني بمنزلة حاميم عين سينقاف الله أعلم بالمراد بها هيك سفات الله عندهم فجاء هذا اسمه عبادة شوفوا كيف ابتدأني أهلا بالمتمسلفة المجسمة هكذا ابتدأ شوفوا الأخلاق فقلت له أهلا بأخي المجسم الذي يعتقد أن لله أعضاء طبعا هذا بناء على قول هؤلاء لأنهم لماذا ينفون الصفات يقولون هذه أعضاء مثلا الاستواء لا يستوي إلا ما كان جسما طيب ماشي شوفوا الآن الإلزام الذي يعتقد أن لله أعضاء لأنه يوافق القرآن أن لله سماعا وبصرا ونحن لا نعرف في الشاهد بصيرا إلا ما كان له حدقة وعين ولا سمعا إلا بأذن فيظهر لي أنك سوف تكفر بالقرآن وتعتبره مصدر التجسيم يا مجسم هو طعن في دينه بدون السلام عليكم بدون شيء كما رأيتم شوفوا إذا عجز هؤلاء أصيبوا بمقتل يتوجهون دائما فورا يصرفونك إلا قضية الأخلاق انظر إلى أخلاقك انظر إلى كذا طيب وين أنتو بماذا ابتدأتم الآن استفزاز هذا موقف استفزازي طيب طيب بماذا أجابني قال طيب يا ابن تيمية ننتظرك هل أجاب ما أجاب خلاص وقع الإلزام فقلت له هل أنت العرفج وإنما أنت مبرقع يعني عرفج مبرقع خلي المواجهة مع العرفج نفسه وأجب على سؤالي كيف قبلت بالقرآن وقد أثبت لنفسه سمعا وبصرا ونحن لا نعرف في الشاهد مبصرا إلا ما كان له عضو وهو العين فيزمك التجسيم أو تكفر بالقرآن أو تقبل بالصفات هذه لم أكتبها لكن أضيفها هنا أو تقبل بالصفات على منهج واحد لا تتناقض لا تقول كما يقول الأشعر نثبت لله سبع صفات منها سميع بصير طيب والباقي نؤوله ليه ما الفرق بينما أولت وبينما أثبت لابد أن تجري في صفات الله على نمط واحد لا أن تتناقض لأنك متى أثبتت بعضا وأولت بعضا تكون تكن بذلك قد أثبت وكشفت عن تناقضك في موقفك من صفات الله هذا هو المقصود نكمل الآن سوف يشرق ويغرب قال الدكتور عبد الرحمن جمعتك مباركة مضيئة بالصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الأطهار الأخيار اللهم احشرنا معه وفي زمرته بجاه محمد وآله قلت هيا يا عبادة أجب قبل أذاء صلاة الجمعة أنت تكفر بالتجسيم لكن القرآن مصدر التجسيم عندكم فقد أثبت الله لنفسه عضوا وهو البصار وأنا أتحفظ على كلمة عضو لكن هم الذين استعملونها لا يعني أنني أثبت هذا اللفظ وعضوا آخر وهو السمع ونحن لا نعرف بصيرا إلا ما كان له بصار وهو عضو والعضو أيضا مركب من الجسم فإما التجسيم وأما الكفر بالقرآن هذا إلزام وأما عن قوله اللهم احشرنا في زمرته بجاه محمد وآله قلت يبدو أن الصحابة لا قيمة لجاه النبي عندهم ولهذا لم يرد عنهم أن يقولوا اللهم بجاه نبيك فلم يعرف فلم يعرف جاه النبي إلا الأشاعر الذين صرحوا أن الله يكنس المزابل هذا في الرسالة القشارية صفحة 128 هذا مؤسس المذهب الأشعري والتصوف اللي هو القشيري صاحب الرسالة القشارية الذين صرحوا أن الله يكنس المزابل هذا في الرسالة القشارية وأن قرآنه ليس كلامه وإنما هو تعبير جبريل يا أخوان إذا سمعت أشعريا يقول أن القرآن عبارة عن كلام الله انتبهوا هذا الإجمال يخبئ تحته عقيدة أن جبريل هو الذي عبر عن كلام الله بألفاظ من عنده لأن كلام الله عندهم معاني نفسية فاطلع جبريل على ما في نفس الله من المعاني شفتوا يا أخوان فعبر عنه بألفاظ من عنده يعني قرآن الأشاعر هو القرآن الجبريلي مش كلام الله كلام جبريل ويبدو أن الأشاعر يسترقون السمع من إخوانهم الجن فلنعم يحكو عن تفاصيل من أين لكم بها وحي أم أن الجن أطلعوكم على ما كانوا يسترقون به السمع قبل أن يرسل الله الشهب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما أجاب لا عن قضية الصفات ولا أجاب عن قضية بجاه وإنما هذا سلوك الجرادين تلحق الجردون أو الفأر إلى زاوية فيهرب إلى زاوية أخرى أبدا أنا أصور الحوار مع هؤلاء بملاحقة الجرادين والفئران شوف الآن فتح موضوع آخر حديث الضرير الذي صححه مبلغ علمكم ابن تيمية شوفوا لسائل ابن تيمية هذه مدرسة عبدالله العرفاج لكنه يستعمل التقية ظهر أتته نسمات رافضية من جيرانه الرافضة فيستعمل التقية فهو رجل يعني يرأس مدرسة بدعية معادية لابن تيمية لكن طبعا التحفظ الآن استعمال التقية واجب لأنه في وسط بيئة سنية تتبع السلف كتابا وسنة إذن قال حديث الضرير الذي صححه مبلغ علمكم ابن تيمية مش بس ابن تيمية والألباني حديث الضرير الأعمى حديث صحيح وفيه أن الضرير أقام عليكم الحجة بخطواته التي مشى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أدعو الله أن يرد ألي بصري أدعو الله إيه ولو كان توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد يكفي لكتفى الضرير الذي يشق عليه المسير بأن يتوسل بالنبي وهو في بيته إذن ونقل نص من تتمسحون به الإمام أحمد بالتوسل به طبعا الإمام أحمد يقرر جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يفعل في عهده هذا كلام مجمل فلما جاء عمر منعه وتوسل بمن به هويس القراني متى لما أتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم شوفوا التقييد النبوي الذي يتجاهله الأشاعر والصوفية كلهم لا قيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم نكمل قلت الضرير أيها الجاهل لم يتوسل بالنبي إلا بعد ما شقت السير إليه ولو كان التوسل من بعيد كافيا لاقتصر على التوسل بنبي وهو في بيته وفي دين النبي أن التوسل صلى الله عليه وسلم يشترط له اللقاء بقوله يعني بدليل قوله عن أويس فمن لقيه منكم فليستغفر لكم هذا رمح في كبدك وكبد عبد الإله العرفج الأفلطاني ربيع ربيع علم الكلام ثم قلت لكن هذا كلام عام العرفج ليس شيخا بإطلاق وإنما بالإضافة فهو شيخ بدعة أما الشيخ لا 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 ننعمك بها عينا أنت شيخ بدعة وضلال وتلميذ أرصه وممثل عن عقيدة أفلطان في الأحساء وسفير الأشاعرة ومدرسة البوطي في الشرقية في المملكة في المملكة فهو مبتدع ضال مثله مثل الحاتم العوني وحسن المالكي ويحسب أنه على شيء قل لشيخك يجب على أسئلتي ويقبل محاورتي وإلا يكون صوت الإحساء الأفلطاني قد انكسر وهنا ظهر عبدالإله العرفاج فكتب لي أبشر يا دمشقية لكني في مجلس سيرة نبوية ولا أريد تكديره شوف الإساءة أنتهي منه ثم ألتفت إلى تغريداتك لأرى ما فيها من علم أو وهم طبعا علم علم أرغم الله به أنفك كما سوف ترون لا يستطيع الإجابة على سؤال بسيط أيهما أفضل عبارة كل بداع ضلالة أم ليس كل بداع ضلالة هذه حقيقة يعني أوقعته في حرج شديد أصابته بجنون بما أنه قال أبشر يا دمشقية ونحن نعلم ما يعني ذلك ما عندي مشكلة أنا لا أطالبه بأن يشيخني ولا أن يدكترني أنا لا أطالبه بذلك لكن سوف أبادله بنفس العبارة لذلك كتبت له عرفاج عرفاج مرتين أتوقع أن يحصل لك الكذر بصفع وجهك وقصف جبهتك بالحوار إن شاء الله يا من زعمت أن الأمة اتفقت على مخالفة قول النبي كل بدعة ضلالة أيها الكذاب اتفقت الأمة أي أمة هذه أمة الصفية أمة الأشاعر وأن الصحيح كما زعم هذا العرفاج أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام منها بدعة واجبة الله أكبر ما يعني بدعة واجبة يعني الله ما بيّن ما شرعها لكن إذا ما فعلتها تؤثم بسم الله ما شاء الله نعم فكتبت له وإلى أن ينتهي مجلسك وأعود إليك أرجو أن تتسلى بهذا الرابط فرد علي قائلا يا دمشقي أنت بحاجة لتحديث معلوماتك لأن الرد المرفق رددت عليه في الطبعة الثانية يوما بعدها من كتابي مفهوم البدعة للعرفاج لكنك لا تقرأ وهذه مشكلتك فمن لا يقرأ كيف يتعلم فقلت له بالمبادرة بالمثل يا عرفاج هل أفهم من هذا أنك ترفض الحوار معي هل نفتح حوارا أم أن آثار وعوارد الكدر بدأت تظهر عليك ممكن تختار لي الصورة الأصح بين تلك العبارتين المصورتين العبارة الأولى كل بدعة ضلالة والثانية ليس كل بدعة ضلالة اختر واربح هذه الصورة وهذه الصورة الثانية ثم قلت له أنا أقرأ الكتب المفيدة أما الضارة فيمكن أن نعمل من أوراقها لفافات نضع فيها فول سوداني وقولك من لا يقرأ كيف يتعلم فعدم قراءة كتابك لا يجعلني جاهلا بل الجهل بكتبكم الضارة هو العلم كما قال سلفنا عن علم الكلام العلم به جهل والجهل به علم ثم قلت له لكل قوم بالوعة وبالوعة السعودية عبد الإله العرفاج حسن المالكي حاتم العوني وعلى طار علم الكلام هل علم الكلام الأشعر من البدع الحسنة أم من البدع السيئة وبما أن البدعة صارت عندكم كالقنبلة الانشطارية انشطرت إلى خمسة أنواع حتى صارت أقسام البدعة الحسنة مستحبة واجبة فمن أي أقسام البدعة الحسنة ندرج علم الكلام في البدعة الحسنة الواجبة أم المستحبة جاوب يا عرفاج ثم قلت له لو كنت شافعيا حقا لتبرأت من علم الكلام الأرسطي مصدر تلقي الأشاعر في عقيدتهم يحرفون لأجله وإكراما له نصوص الكتاب والسنة والشافعي أفتى بضرب طالب علم الكلام بالجريد والنعال في رواية فالتأشعر والتشفع نقيضان لا يجتمعان ولأن بقايا ولأنك من بقايا المعتزلة يحرص الرافضة على تلميعك وإبرازك نكاية بنا نحن الموافقين للشافعي على ذنب علم الكلام ثم قال لي العرفاج إذا كنت لا تقرأ كتبي لأنها ضارة حسب وهمك فلماذا تناظرني سبحان الله أريد أن أكشف أن أكشف عوارك للناس شف 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 المنطق الأعوج المنطق الأعوج لعبد الله العرفاج اجتنب ضرر الأشخاص كما تجتنبوا ضرر الكتب الآن هو يريد أن يهرب مناظرة فقلت له ظننتك شنطة مملوئة علما فإذا بي أجدك طبلا أجوف ما ساببتك وإنما ذممت علم الكلام وقلت بأن العلم به هو الجهل يبدو أن عدم وضع حرف دال دكتوراي أو وصفك بالشيخ كان عندك سفاهة وعذرا على خلو خطابي منهما فقد بادلتك بمثل ما ابتدأتني به وأما استدلالك بكلام الشافعي فياليتك استفدت من تحريمه علم الكلام هذا كتاب مناظرة الشافعي للبيهقي عفوا الغلاف لابن كثير نفس العنوان وهناك كتاب آخر بنفس العنوان للبيهقي يقول حكمي طبعا هناك خطأ مطبعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر ويناذى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام إذن الإقبال على الكلام عند الشافعي يلزم منه ترك الكتاب والسنة طبعا لأنهم يأتون بنصوص الكتاب والسنة منها يأتون منها بما يتوافق مع طرحهم الأشعري اللي هو في الحقيقة أصله أرصي الأشعري تاب والتزم بما عليه أحمد بن حنبل لك يا عرفاج كن حنبليا لأن الأشعري لما تاب تحمل فلماذا تتأشعر الأشعري الذي تأشعرت باسمه صار حنبليا فعليك أن تقول أنا في العقيدة حنبلي وفي الفقه شافعي يلزمك وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط ولأن يبتل المرء بجميع ما نهى الله عنه ما خل الشرك خير من أن يبتليه الله بعلم الكلام أو بالكلام ماذا قال هنا كذلك لأن يبتل العبد بكل ما خلق الله من مضاره خير له من أن يبتلى بالكلام قال الآن العرفج أما ظنك أنني تكدرت فأبشرك بأن الكذر أبعد ما يكون عني واضح ما شاء الله من خلال كلامك ولأنت عندي أهوى من ذلك شوف العنصرية وأما الإجابة عن سؤالك فتجده في كتابي مفهوم البدع للعرفج فاضغط على عقلك قليلا فلعلك تستوعب ما فيه كبر هذا الكبر من آثار إنكار الأشاعرة لما شابه إنكار فرعون لما قال لهامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا قال أهل التفسير كذب فرعون موسى في أنه له في أن له ربا في السماء فهذه الموافقة لفرعون أورثتكم خصال الكبر نوك ميل خذي هذه مشقية رابط لكتابي لعلك تنتفع به شوف منطق الاستكبار فقلت له عرفج عرفج شكرا على الكتاب ولكن ما أجبت عن السؤالين أي العبارتين أصاح كل بدعة ضلالة أم ليس كل بدعة ضلالة وهل علم الكلام الأشعري بدعة حسنة بدعة حسنة واجبة أو مستحبة مع أنه يطلق عليها عندكم علم التوحيد عرفج عرفج جاوب ولا تهرب فقال لي أما صوت الإحساء فأنا لمثلك أن يكسره بلشنا الآن بالخطابات العرم رمية قال العلامة الشيخ عبد العزيز العلجي ما سمعت به لكن هل هذا الصحيح العلجي ما أعرف المالكي رحمه الله مخاطبا أشباهه ضعوا جهلكم في غير أحسائنا ذه فقد كانت الأحساء تحمي وتحتمي وتجد القصة قصيدة كاملة في كتابي إلى آخره فقال الجواب في الكتاب بسم الله ما شاء الله يا عرفج ما عندك جواب الله أكبر الجواب في الكتاب يقرأه ستستفيد أنا واثق من ذلك يا مغرور يا مغرور يا عرفج فقلت له الهروب من الأسئلة بالخطاب الاستعدائي لا ينفعك فإن الناس يراقبون هروبك وهذا مما سوف يغرقك في الكدر أكثر وأكثر أجب عني السؤالين لمرة الأخيرة أو ارفع سروالك على عصى وأعلن انهزامك والله لو كنت محترما لأنعمتك عينا بالاحترام لكنك مستعلن مبتدع جاوب ولا تهرب هذه المرة الأخيرة كذلك قال طبعا قلت له لا تمسح ما دي أنا كتبتها أه وجدتها نعم قلت له القصائد الاستعراضية وتزكية النفس التي تتشدق بها لا تنفعك في مقام التغريد بكلمة الحق ولا يلتأم بها جرحك أجب أي العبارتين أصح كل بدعة ضلالة أم ليس كل بدعة ضلالة وهل علم الكلام بدعة حسنة واجبة أم بدعة حسنة مستحبة للمرة الأخيرة وإلا بلوك يعني حظر ننصحك ألا تمسح التغريدات فقد تم تصويرها فقال وأنت كذلك لا تمسح تغريداتك لكي يتعرف الناس عما نضح به إناءك فقلت له صدقت نبوءتك بأني سوف أسبب لك الكذر وقد حصل الحمد لله خرس لسانك عن الجواب وأي جواب يا أخوان أن يقول كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت نفسه واستكباره أن يقول نعم أنا أوافق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل بدعة ضلالة لن يفعل فقلت له أيضا الحمد لله الذي خرس لسانك الحمد لله خرس لسانك عن الجواب ولم ينفعك علم الكلام بل قد أعجزك هم يقولون علم الكلام من أجل الدفاع عن الدين ورد الشبهات على الملحدين والله صار الإلحاد طبعا ليس بمعنى إنكار ذات الإلهية الإلحاد هو الميل عن الحق والله صار الإلحاد صار بيننا وبينكم وصار علم الكلام عبارة عن بث الشبهات ضد صفات رب العالمين وصار هو علم الكلام صار هو التوحيد بل اشتكى الغزالي من أقرانه من الأشاعر طالبي علم الكلام اشتكى من تكفيرهم لعوام الناس لأنهم صرحوا بأن من لا يطلب علم الكلام عفوا لا يطلب تعلم العقيدة بطريقنا اللي هو علم الكلام فهو كافر اشتكى الغزالي في آخر أيامه من ذلك كما في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة نكمل قال كذلك أنت لا تمسحت غريداتك حتى لا يعرض حتى يتعرف الناس عما نضح به إناءك ثم قلت له تم ختم الحوار بعجزك عن سؤالين بسيطين وهذا كشف مبلغك من العلم اشهد على عرفج وعجزه وانكساره نعم انتهى الآن ثم قلت له سكوتك عن الإجابة يعني لزاما وإلزاما أن عبارة ليس كل بدعة ضلالة هي الأصح من عبارة كل بدعة ضلالة وأن علم الكلام اللي هو علم أرسطو أفلاطون هو بدعة واجبة ولا تنسى يا منتحل الشافعي أن الشافعية أفتى بضربك بالنعل والجريد لطلبك علم الكلام بينما تتشدق بالانتساب إليه زورا وبهتانا ولو كنت شافعيا لتبرأت من علم الكلام في نهاية المطاف قلت عفوا لا تغريدات معك بعد انتهاء الحوار وختمه بعجزك وسوف يتم رفع المناظرة على يوتيوب بعد دقائق هنا تنظرون إلى أتباعه الآن الذين يسبوني سبا يعني عجيبا هذا واحد كاتب أهل السنو الجماعة الأشاعر والماتريدية وفضلاء الحنابلة يعني مش يعني يختار مثلا من الحنابلة مثلا إذن الجوزي يقول هذا منزه واضح يعني معروف طلبة العلم السلفيون يعرفون معنى قول هؤلاء طيب شفوا الآن هذا اللي هو يقول أهل السنة شفوا دمشقية فمك عبارة عن مرحاض تسب وتشتم تسب وتشتم وتقل أدبك على عباد الله نعم وتعيش في بريطانيا دار الكفر بين الكفار كالطفيلي ومن بلاد الكفار تسب المسلمين طيب كلام فاضي المهم ألا تعلم أن الإقامة في دار الكفر حرام؟ قاتلكم الله أنا إمام مسجد في بريطانيا وإذا لقيت كافرا دعوته إلى الإسلام وأعمل محاضرات هل هذا حرام عندكم؟ قاتلكم الله يريدون فقط التصيّد نعم إلى أخره وهذا علي الجعفري كذلك سبني واضح جدا هؤلاء مبتدعة نريد أن نحيطكم علما بأن هؤلاء مدرسة بدعية شغالة نشطة في وسط أهل السنة طيب هذا هو نفس الجعفري نعم سكت السفيه سكت أو سكت عن السفيه فظن أني إلى آخره على كل حال طيب هذا ما شاء الله مشاري العرفج يقول إن كنت يا دمشقية تملك من الشجاعة تحدثنا لماذا تردت من أزهر لبنان فرد عليه أخ بارك الله فيه قال له يا أخ مشاري أنت إمام مسجد ومعلم للقرآن وهذا الافتراء بطرده دائما يردده مكفرو الصحابة والخوارج مبغضو الإمام تجاه دمشقية الذي بدوره أنكره والأزهر أصدر إفادة لذلك لا تضع شيء بذمتك وأتعجب من اللايك لتغريدتك من الشيخ العرفج دون البحث والتقصي وهذا سوف إن شاء الله سوف نعرضه على المختصين وأصحاب الشأن لأن العرفج الآن عمل تأييدا لقذفي بمعروف قضية التردمير الأزهر التي كانت شهادة زور تزوير حصل ضدي وكنت أنا ذاك ما تريديا في أزهر لبنان كنت أشعري ما تريديا وكان عملي 12 سنة شوفوا الآن شوفوا الآن بارك الله فيكم مع أن الأزهر كتب إفادة ببراءتي مما ينسب إلي لكن هذا الخبيث مشاري العرفج والخبيث الآخر عبدالإله العرفج أخرج اللهم في نفوسهم من الحقد والخبث فالتهماني يعني هذا قذف في شرفي وسوف نتعامل معه إن شاء الله إذن هذا بدأت خبائث وزبالة العرفج المدرسة العرفجية بدأت تخرج الآن عيانا هذه كتبها الليلة يعني قبل عدة ساعات كما ترون العرفج كتبها قبل 13 ساعة وجاء الرد عليه قبل 3 ساعات من قبل الأخ أويس العنزي هذه هي يعني أهم الأمور التي جرت وحقيقة كان هناك يعني فترة كافية لعبدالإله الجعفري أن يقول الآن ماذا ثلاثة أيام في هذا الحوار أن يقول نعم أشهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال حق لكنها ليست حق عنده ليست حقا عنده ولو كانت حقا لأعلن التأيد لها انظروا بارك الله فيكم هذه نرجع مرة ثانية إلى كل بدعة ضلالة يعني لو كان هذا الرجل صاحب حق لأعلن عن ذلك نعم كل بدعة ضلال لكنه ها يفضل هذه لأنه كل شغله طيلة أربعين سنة كل شغله من أجل أن يثبت هذه ردا على هذه يثبت هذه ردا على هذه أردتكي فيه أخوان والحمد لله في خلال خمس دقائق تم نسف مذهبه الذي بقي يبنيه طيلة أربعين سنة لهذه الرسالة التي يتشدق بها رسالة رسالة يتشدق بها ويمجدها ويدعو الناس إليها وهو يكذب قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بنى كتابه على ليس كل بدعة ضلالة ردا على كل بدعة ضلالة فهنيئا لك يا عبد الإله العرفاج خمس دقائق هدمت فيها مذهبك نعم ونصفت ما بقيت تبنيه طيلة أربعين سنة كل عام وانتم بخير يا عبد الإله العرفاج السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر